الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليّا وليّ الله الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم الجسم الجسم يتعود والنفس تتعود والأغرب والأغرب الروح تتعود من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى أولا الجسم يتعود يتعود على البرد أو يتعود على الحار يتعود على المشقة أو يتعود على السهولة يتعود يتعود على قلة الأكل يتعود على كثرة الأكل يتعود على الراحة أو يتعود على الصلابة يتعود الجسم الذي يعيش في هذه البلاد الحار يتعود جسمه على الحرارة الذي يعيش في بلاد باردة إن أصابته حرارة جزء من هذه الحرارة قد يموت يموت ينتهي وهكذا الذين يعيشون في بلاد باردة جدا أجسامهم تتعود الذي يعيش في بلاد حارة مثل هذه البلاد إذا ذهب إلى تلك البلاد في الشتاء قد يموت تعلم تعود الجسم على شيء يتعود المولى المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري في مقطعا من هذا الكتاب العظيم يصف أو يشبه الناس بالأشجار يقول ألا وإن الشجرة البرية أصل بعود والروائع الخضرة أرق جلود والنباتات العذية أقوى وقودا وأبطأ خمود وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو أو كالضوء من الضوء والذراع من العضد الشجرة البرية التي نبتت في البار تعلمت على الحرارة الشديدة على البرودة الشديدة على قلة الأمطار على السيول هذه الشجرة أصل بعودة والروائع الخضرة الأشجار التي اهتم بها الإنسان أرق جلودها جلدها رقيق والنباتات أو النابتات العذية التي نبتت بالمطر متى ما حصل بقلة المياه أقوى وقودا وقودا وأبطأ خمودا الوقود إذا أشعلت هكذا شجرة الوقود يكون أقوى أبطأ تخمد النار في هكذا أشجار الجسم هكذا يتعود والنماذج في حياتنا كثيرة جدا جدا هذا أولا ثانيا النفس أيضا تتعود في حديث مشهور أنه جئ لأمير المؤمنين صلى الله عليه بفالوذج فالوذج نوع من الحلوى كانت تصنع إلى يومنا هذا هذه الحلوى موجودة تعله تسمياتها مختلفة تسمى عصيدة تسمى حلوى تسمى حلوى بسيطة جئ له بحلوى فقال عليه الصلاة والسلام إن الحلال طيب وما هو بحرام أمير المؤمنين ما أكل يقول وما هو بحرام لكني أكره أن أعود نفسي ما لم أعودها أنا ما عودت نفسي أن أكل هذه الطيبات أكره أن أعود نفسي على هذه الأشياء النفس تتعود كما أن الجسم يتعود النفس أيضا تتعود تتعود طلب المزيد منك تتعود عدم طلب المزيد منك تتعود الخير تتعود الشر بعض بعض الناس عود نفسه على الأخلاق الحسن بكل سهولة يكبت غضبه جدا سهل عنده وبعض الناس عود نفسه على الأخلاق الخشن للحسن كلمة حسن وكلمة خشن كشكل مثل بعض الفارق أربع نقاط فقط الذي عود نفسه على الأخلاق الخشن لا يتمكن أن يكبت غضبه إلا بصعوبة بالغة جدا وفي كثير من الأحيان أصلا لا يتمكن ما الفرق هذا تعود الأخلاق الحسن ذاك تعود الأخلاق الخشن الذي تعود بعض المؤمنين هكذا الذي تعود أن يذهب كل ليلة إلى مجلس حسيني هذا إذا ما ذهب ليلة واحدة يحس بضيق أما الذي لم يتعود على ذلك يمر أسبوع لا يحضر مجلس حسيني جدا طبيعي عنده الذي تعود على صلاة الليل الذي تعود على الاشتراك في خدمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أيام عاشوراء شهر محر المصفر الذي تعود أن يقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم الذي تعود أن يحيي ليلة الجمعة بالدعاء بالزيارة بالقرآن بالصلاة هذا إذا فقد مرة واحدة يصعب عليه كأنه قد فقد شيئا ثمينا الذي تعود أن يصلي صلاته في أول الوقت هذا تأخرت صلاته عشر دقائق يحس كأنه مذنب الذي تعود على الصلاة جماعة الذي تعود على الخير أي شيئ كان يصعب عليه لو مرة واحدة خال أنتم في هذه السنة رأيتهم كثير من المؤمنين الذين تعودوا خلال هذه السنوات زيارة الأربعين ما تشرفوا هذه السنة لسبب وسبب كم صعب عليهم كم بكوا كم تألموا هذا حسن كانت هذه السنة فقط هذه العادة أصلا يحس بذانب كأنه مذنب وبخلاف ذلك الذي والعياذ بالله تعالى تعود على أشياء سيئة النفس تطلب منه تضغط عليه أنت بكل سهولة تترك الطعام الحرام بعض الناس تعود على الطعام الحرام يصعب عليه بعض الناس العياذ بالله تعالى تعود على الغيبة لو مرت ليلة واحدة ما اغتاب فقط شيء بعض الناس العياذ بالله تعالى تعود على إيذاء الناس بلسانه إيذاء الناس بتصرفاته إيذاء الناس بيده هذا يوم واحد ما ضرب أحد ما شتم أحد ما آذى أحدا بلسانه فقط شيء النفس تطلب منه التعود النفسي هذه ليست مرتبطة بالجسم هذه مرتبطة بالنفس يتعود ذاك تعود على الشيء الحسن إذا تركه يحس بفقدان شيء هذا تعود على شيء سيء إذا تركه يحس بفقدان شيء السيء حرام أو غير حرام أنا أعرف بعض الأشخاص لعلكم تعرفون أيضا بعض الأشخاص لا يتمكن أن يصلي صلاته في أول الوقت صعب جدا صعب عليه حتى لو لم يكن عنده أي عمل مهم يشغل نفسه بالتوافه ويصلي صلاته آخر الوقت أو وسط الوقت أنا أعرف قم صلي الآن أذن ما عندك عمال لو ضيع وقته في أي شيء طبعا لا يريد أن يعاند الأحكام الشرعية لا تعود تعود أن يصلي صلاته أو آخر الوقت لا يتمكن إن صلى صلاته أول الوقت داخل يوم حصلت معجزة كأنه تعود على شيء سيء حتى لو لم يكن محرما الذي تعود على الأعمال التافهة اللعب بالكمبيوتر بهذه الأجهزة أنا لا أقول اللعب عموما تافه لا بالنسبة للشباب هذه حاجة إلى حد ما ولكن بعض الناس ليس شاب أصلا هذه ليست حاجة واحد تجاوز عمره الأربعين سنة الخمسين سنة ما عندك حاجة أنت باللعب تعود يتمكن أن يترك لا أو حتى الشاب بعض الشباب يتعود على هذه الألعاب كثيرا أكثر من حاجته هذه حاجة في نفسك أن تلعب لا بأس الحاجة مقدار معين ولكن إذا تعود يصرف ساعتين ثلاث ساعات خمس ساعات على اللعب خصوصا في الأيام التي ما عندها عمل أطلة مثلا طالب وهذا اليوم جمعة هذا اليوم يوم السابت مثلا يصرف أربع ساعات خمس ساعات ما القضية تعود أحيانا اللعبة ليست محرمة ولكن تعودا على شيء سيء بمقدار حاجتك إلعاب حاجة النفس أولا الجسم يتعود ثانيا الجسم يتعود على الأشياء مرتبطة بالجسم ثانيا النفس أيضا تتعود سواء على الخير أو على الشر ثالثا وهذا شيء جدا غامض جدا جدا غامض الروح تتعود هذا الشيء الذي يحصل بالنسبة إلى جميع البشر ولكن تحليله تحليله فهمه شيء صعب لأنه أساسا الروح شيء غامض جدا كثير من الناس لا يتمكن أن يفرق بين النفس والروح الروح أيضا تتعود الذين اشتركوا في القتال ضد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كانت المشكلة في الروح الروح تعودت على المساوة الذين منن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على الناس كبيرة جدا ولكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانت لهم منن ونعم خاصة إلى بعض الأشخاص كم كانت منن أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام لا أقول خدماته يمن ما كان يمن على أحد ولكن كم ترك أثرا كبيرا في حياة الناس نفس الشخص الذي أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام رعاه سنوات طويلة نفسه صار يقاتل ابنه كم من هؤلاء الذين جاءوا إلى كربلاء كانوا أيتام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام رباه ورعاه جاءوا يتسابقون إلى قتل ابن الإمام أمير المؤمن ابنه الإمام الحسين الروح فيها مشكلة المشكلة هنا مشكلة متجذرة الروح أيضا تتعود تتعود الخير والشار الجسم يتعود النفس تتعود الروح تتعود لاحظوا لكم مثالا وهذا المثال بالضبط ينطبق على تعود الجسم أو النفس والروح التعود يفتح بابا لك باب خير أو باب شر الذي تعود على عمل حسن كمثال هذا يجره شيء فيه إلى ذلك العمل الحسن غير الشخص الذي ما تعود شخص تعود على صلاة الليل شخص ما تعود على صلاة الليل بعض المؤمنين وتعرفون بعضهم هذا تعود أن يحضر مجالس فاتحة كم هو عمل حسن الناس المصابون يذهب إلى هذه الفاتحة يا عزي أهل المتوفى يذهب إلى تلك الفاتحة المجالس التي تقام لأموات هذا عمل حسن لا يتمكن أن لا يذهب هذا الشخص شيء يجره والشخص الذي ما تعود على هذا الشيء يحتاج إلى الضغط حتى يذهب التعود يفتح لك بابا حسنا أم سيئا المثال شخص يفتح حساب هذا الحساب يدر عليه أرباحا الشخص نائم في بيته الأرباح تأتي إليه هذا مثال الشيء الحسن الذي نعتبره حسنا الأموال شخص يفتح بابا على نفسه من مكان فيه عقارب فيه حيات هذا هو النائم عقارب تدخل عليه العادة هكذا العادة الحسن والعادة السيئة التعود الحسن يفتح لك بابا بكل سهولة لا أقول بكل سهولة لا تتمكن أن تترك هذا العمل الحسن والعادة السيئة أيضا تفتح لك بابا كم من الناس كم من المؤمنين يريد أن يقلع نفسه عن عمل حرام لا يتمكن لماذا لا يتمكن لأنه تعود هذا فاتح باب لا يتمكن أن يغلقه صعب جدا صعب إذا كان الآمر كذلك في هذه الأيام نسمع كثيرا هذا الفيروس الجديد والتوصيات الصحية التوصيات الصحية كثيرة من جملة التوصيات الصحية لوبس الكمام من جملة التوصيات الصحية اغسل يديك من جملة التوصيات الصحية ما يعبر عنه هذه الجهات بالتباعد طبعا كلمة التباعد مع هذه الكلمات غير مناسبة يلزم أن يقول الابتعاد لا علينا الكلمات كلها فعل من طرف هذه الكلمة صارت فعل من طرفين عليها لا علينا الابتعاد والتباعد التعود علاجه إذا كان تعودا سيئا عدم التعود إذا تريد أن توجده هذه الثلاث ما هي لبس الكمام غسل اليدين الابتعاد أو التباعد عندنا نفس الثلاثي أولا البس كمام من الحرام لا أريد أن أفسر هذه الكلمات ثانيا باستمرار اغسل نفسك من الذنب بالاستغفار كثير مننا تعود على التلفظ بالاستغفار نعمة العادة يستغفر بلسانه شيء حسن أنا لا أقول هذا الشيء أقول اغسل نفسك اغسل روحك بالاستغفار هذا ثانيا ثالثا الابتعاد الابتعاد عن المزالق أشخاص أماكن حالات بالنسبة إلى هذا الفيروس ماذا يقولون يقولون ابتعد ابتعد عن محتملات وجود هذا الفيروس أنا أيضا أقول ابتعد عن المزالق محتملات وجود الذنب محتملات وجود الذنب ما هي الأشخاص والتعود بصورة خاصة الأشخاص الأماكن الحالات بعض الأشخاص مشكلته يوقعك في الحرام بعض الأشخاص أسوأ من هذا يعودك على الحرام تجلس معه مرة مرة عشر مرة تتعود على الحرام العياذ بالله تعالى أماكن هذه أشخاص أماكن بعض الأماكن توقع الإنسان في الحرام بعض الأماكن تعود الإنسان على الحرام تجعل الحرام عادة تتمكن أن تترك صعب أماكن ثالثا حالات مثلا المثال الذي نفهمه كلنا تقريبا إلا النادر حالة الغضب هذه من المزالق هذا الشيء الذي نفهمه القضية ليست فقط حالة الغضب بعض الناس حالة اشتهاء شيء مزلق بالنسبة إليه اشتهاء شيء طعام اشتهاء شيء آخر الشهوات عموما بالنسبة لبعض الناس الشهوة الفلانية مزلق صبره أمام هذه الشهوة الشهوة الأكل مثلا عنده مزلق الابتعاد عن مصادر الفيروس لا أنا أقول الابتعاد عن مصادر السقوط المزالق البس كمام من الحرام اغسل نفسك بالاستغفار اغسل غسل ليس فقط استغفار لساني وإن كان ذاك أيضا حسن ثالثا ابتعاد أو حسب تعبيرهم تباعد الابتعاد عن المزالق أختم كلامي به حديث شريف مختصر وجدا لطيف قبل أن أقرأ لكم هذا الحديث الشريف كلمة أحد الأشخاص كان يقول كلمة جميلة يقول علم أولادك يعني عود نحن نعلم نحن نجذب أبنائنا أولادنا إلى أعمال حسنة هذا شيء حسن لا عوده كان يقول عود أولادك على سماع كلمة لا قل له لا يريد شيء الفلاني قل له لا الطفل الذي تعود أن يحصل على كل ما يريد في المستقبل يقع في ورطة كبيرة يصدم الدنيا هذا الشيء في الدنيا غير موجود في المستقبل مهما كان أي شخص كان في أي مرتبة اجتماعية سياسية كان كثير من الأشياء لا يتمكن أن يحصل عليها إذا كان قد تعود على حصول كل ما يريد في المستقبل يصدم عوده على كلمة لا لا أقول الإنسان يؤذي لا ولكن ليسمع كلمة لا ليرى لا هذه عادة هذه عادة حسنة عادة التربوية حسنة الإنسان يعود نفسه يعود أولاده أقرأ لكم الحديث الشريف الحديث الشريف موجود في كتاب الكافي الشريف مجلد أربعة صفحة سبعة وثلاثين رواية جدا جميلة قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام رواية مروية عن الإمام الصادق صلى الله عليه قال من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونة الناس عليه عندك نعمة مؤونة الناس حاجة الناس إليك تزيد تشتد العبارة جدا جميلة الإمام عليه الصلاة والسلام ما قال اشتدت مؤونة الناس إليه قال اشتدت مؤونة الناس عليه يعني يطلعون أبو جد يعني يؤذونه عندك نعمة حاجة الناس حاجة الناس التي تؤذيك حاجة الناس التي تتعبك تشتد عليك متلازمة تريد النعمة هذه النتيجة فاستديموا لا تعرضوها للزوال تعبت ما عندي خلق ما أعمل يساوي زوال النعمة إذا زالت النعمة ماذا يحصل فقل من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه النعمة شخص غير متناحم بنعمة تأتيه نعمة ممكن لا أقول ممكن مليارات 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 النعم هكذا كم من النعم ما كانت عندنا حصلنا عليها تحصل هذا شيء كثير جدا أما إذا جاءتك النعمة وما جعلتها في الموضع الصحيح إن ذهبت نادرا قليل ما تعود تلك النعمة من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونة الناس عليه فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة ولا تعرضوها للزوال فقل من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه العادة الحسنة نسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآله الطاهرين ألا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا جميع معاصيك اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة